اعلان سمو ولي العهد قبل قليل عن مخطط مطار الملك سلمان في الرياض بمدينة الرياض والذي له اهداف ايضا اقتصادية وسياحية كبيرة في نصر للخبر مشاهدنا اعلن صاحب السمو الملكية الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنبية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة عن اطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي لتكون الرياض بوابة للعالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة وجسرا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن اكبر عشر اقتصادات مدن في العالم وسيكون مطار الملك سلمان واحدا من اكبر المطارات في العالم وسيمتد على مساحة تقارب سبعة وخمسين كيلو مترا مربع والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد وست مدرجات او ست مدارج طيران اضافة الى اثني عشر كيلو متر مربع من المرافق المساندة والاصول السكنية والترفيهية والمحل التجارية والعديد من المرافق اللوجستية وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستعابية لتصل الى مائة وعشرين مليون مسافر بحلول عام الفين وثلاثين كما يستهدف الوصول الى مائة وخمسة وثمانين مليون مسافر ومرور ما يصل الى ثلاثة ملايين ونصف المليون طن من البضائع بحلول عام الفين وخمسين وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية وفق افضل المعايير الابتكارية بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن اولوياته حيث يستهدف الحصول على شهادة اليد البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة وسيكون مدعما بموارد الطاقة المتجددة حيث يتوقع ان يساهم المشروع بحوالي سبعة وعشرين مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وان يستحدث مئة وثلاثة الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين